أسعد الله وقاتكم أعزائي المشاهدين رحب فيكم مجددا في نشرتنا الجوية الأجواء لا زالت غايمة وتكاثر السحب لا زال وارد على أغلب المناطق وفرص الأمطار أيضا واردة خفيفة متفرقة على بعض المناطق وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق متفاوتة الغزارة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وأحيانا غزيرة على بعض المناطق لذلك حطوا بالكم خلال هذه الأجواء وتابعوا نشراتنا الجوية باستمرار وكذلك من خلال حساب وزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تطبيق كويت مت التابع لإدارة الأرصاد الجوية وفي حال حدوث خلال من خلال استخدامكم لتطبيق كويت مت يمكنكم متابعة حساب إدارة الأرصاد الجوية في مواقع التواصل الاجتماعي كويت مت الأجواء الحالية في مدينة الكويت الأجواء لا زالت غائمة مع استمرار الهواء متقلب الاتجاه حاليا شرقي إلى جنوبي شرقي سوAKE 13 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 24 درجة مئوية. رطوبة نسبية 78%. رؤية الأفقية لا زالت ممتازة تتجاوز العشرة كيلومتر. لكن من المتوقع خلال الأمطار وأيضا ارتفاع نسب الرطوبة من المتوقع تراجع ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق. لذلك لسلامتكم تابعوا نشراتنا الجوية باستمرار. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية. تبين لنا عبور السحب على دولة الكويت من المتوقع أن يستمر معانا خلال الأيام القليلة القادمة وهذه الحالة الجوية. كان من المفترض أن تنتهي مع فجر يوم الأحد. لكن من خلال إدارة الأرصاد الجوية وتحديثاتها الأخيرة تبين أن تمددت هذه الحالة حتى فجر يوم الأثنين. لذلك نتمنى السلامة للجميع. الأجواء المتوقعة خلال منتصف هذه الليلة. أجواء لا زالت غائمة مع استمرار فرص الأمطار خفيفة إلى متفرقة على بعض المناطق متفاوتة الغزارة. لذلك نتمنى السلامة للجميع نتمنى عدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القسوة ونتمنى أيضا منكم أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة. أجواء غائمة. فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة على بعض المناطق متفاوتة الغزارة. قد تكون غزيرة على بعض المناطق. وقد تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق. الهوى مستمر معانا جنوب شرقي إلى جنوب غربي من حين إلى آخر. نشط أيضا من حين إلى آخر. وقد تصل سرعته هبات الهوى إلى خمسين كيلومتر في الساعة. أجواء تميل إلى عدم الاستقرار اليوم. وباشر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأثنين القادم. الأمطار واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا على أغلب المناطق. لكن تركيزها سيكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية. وكذلك على المناطق الجنوبية. وحتى على المناطق الغربية. ورح تستمر معنا هذه الفرص حتى ساعات الصباح الأولى. وأيضا نلاحظ أن السحب رح تتحرك أكثر حتى منتصف وسط دولة الكويت. وكذلك رح تصل حتى على الأجزاء الشمالية الشرقية من دولة الكويت. وأيضا نصيب الأكبر رح يكون على المناطق الساحلية وداخل البحر. لذلك نتمنى سلامة للجميع. نتمنى تأجيل الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة لسلامتكم. لأيضا ارتفاع الأمواج بفعل الهبات الهوى. اللي رح تكون من حين إلى آخر. اللي متوقع تصل سرعتها أحيانا إلى خمسين كيلومتر في الساعة. ورح يرتفع معاها الموج أحيانا يصل ما بين أثنين إلى ستة أقدام. وأحيانا ما بين أثنين إلى سبعة أقدام. الأجواء هذه مستمرة معنا خلال الأيام القليلة القادمة. وأي قرار في هذه الفترة يعتبر استقرار نسبي ومؤقت. الأجواء المتوقعة في يوم الغد. الهوى رح يستمر معنا متقلب الاتجاه إلى جنوب شرقي حتى منتصف يوم الغد. ومن بعدها رح تبدأ الرياح تتحول تدريجيا إلى رياح شمالية غربية. لكن حالة عدم الاستقرار مستمرة معنا حتى ساعات صباح الأولى من يوم الأثنين. الهوى خفيف إلى معتدل السرعة بوجعام. لكن متوقع نشاطة من حين إلى آخر. العظمى المتوقعة يوم الأحد والأثنين ما بين الأربع وعشرين إلى الثلاثة وعشرين درجة مئوية. أما الصغرى ما بين التسعة إلى الثمنة عشر درجة مئوية. الهوى شمالي غربي في يوم الثلاثة. خفيف لمعتدل السرعة. لكن مع نهاية يوم الثلاثة رح يرجع معنا الهوى الكوس. وأيضا عودة للأجواء الغير مستقرة. رح تكون ملحوظة أكثر في يوم الأربعة والخميس. ورح نوافقكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرات القادمة. نتمنى السلامة للجميع. ونتمنى أن تأخذون هذه التحذيرات المقدمة. سواء من قبل قطاع الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. أو من خلال الجهات المختلفة. وزارة الداخلية. وأيضا الإدارة العامة للإطفاء. نتمنى تأخذون هذه التحذيرات على محمل الجد. وعدم الخروج من المنزل. إلا في حالات ضرورة تينتهي.